السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة التعليمية اليوم ان شاء الله سنتعرف على النص الشعري انشودة المهاجر فالنص فهو للشاعر نسيب عريضة شاعر سوري هاجر الى نيويورك وله ديوان شعري وهو الارواح الحائرة دي سوف اقرأ النص انا المهاجر ذو نفسين واحدة تسير سيري واخرى رهن اوطاني بعدت عنها اجوب الارض تقذفني مونن حثثت لها ركبي واضعاني ماء ابالي مقامي في مغاربها وفي مشارقها حبي واماني ان المهاجر لا انسى الوداع وما جرى من الدمع في اجفان غزناني مر الثلاث ولم انسى العهود وهل تنسى مواثيق ارحامي وايماني الاهل اهلي واطلال الحيمى وطني وساكن الربع اترابي واقران قد كنت اشتاقهم والعين تنظرهم يا عظم شوق على بعد وهجران ان انكرون فما والله ننكرهم وان جفوا لا نقابلهم بنسياني نحبهم كيفما كانوا وان ركبوا مراكب الهجر من آن الى آن هيهات نطلب بالزلفة محبتهم تأبى المحبة ان تشرع باثماني اذا يتحدث الشعر في هذا النص عن احساسه بالغربة ويتذكر كيف كان وذاعه لأهله وكيف كانت الدموع في اعينهم وانه لن ينسى اهله ولن ينسى وطنه رغم الغربة ورغم بعده عن الوطن ننتقل الان الى الاسئلة افهم احلل ضد الكلمتين حثثت ضدها ابطأت والهجران ضده الاجتماع واللقاء تانيا ابحث عن ضدي الكلمتين تانيا وعوض الكلمتين التي دحتهما سطر بكلمتين مناسبتين قد كنت احن لهم والعين تنظرهم وتمتنع المحبة ان تشترى باثماني تالتا اختار جواب الصحيح مما يأتي الشاعر مضطرب نفسي لانه يعيش في بلد المهجر ويتذكر اهله يعني الاختيار قمجيم ويتذكر اهله رابعا احدث البيت الشعري الذي يفهم منه ما يأتي هاجر الشاعر من اجل تحقيق امانيه البيت الشعري وهو البيت التاني ما الذي يتذكره الشاعر بحرقة في البيت الرابع يتذكر الشاعر بحرقة زموع اهله عند وداعهم سادسا استخرج من النص ما يدل على تعلق الشاعر بوطنه وهو قوله الاهل اهلي واطلال الحمى او طاني سابعا وظف الشاعر التكرار وكلمات وعبارات متضادة امثل لذلك بثلاثة امتلات الامثلة هي مغاربها ومشارقها هنا الادضاد والتكرار محبتهم والمحبة لا انسى ولم انسى ثامنا تفيد العبارة تاني لا انسى ولم انسى تفيد اسلوب النفي يعني ان الشاعر لن ينسى وطنه ولن ينسى اهله تاسعا التقسيم الذي اخترناه هو من البيت الاول الى البيت الثاني اي البيت الثالث اخترنا له كعنوان المهاجر ومن البيت الرابع الى البيت السابع اخترنا له كعنوان وداعوا الاهل ومن البيت الثامن الى البيت العاشر اخترنا له كعنوان لن انساكم ننتقل الى اركب اتذوق اركب رغم صفر الشاعر وهجره لوطنه إلا أنه لا زال يكن له الحب ولا زال متعلقا به رغم الغربة وطولة والغياب لا ينساه أينما حل وارتحال التذوق البيت الذي أثار إعجابي هو البيت الرابع الذي يتحدث عن لحظة الفراق وكم هو صعب وداع الأهل وهنا يمكن لأي تلميذ أن يختار البيت الذي أعجبه أقوم بمقارنة للنصين نجد أن كلا الكاتبين يكين لوطنه حبا كبيرا واحتراما ويفضله على كل شيء ومستعد للدفاع عنه وحمايته وشكرا جزيلا لكم وبالتوفيق لكم إن شاء الله ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرسي ليصلكم كل جديد